يعني أنا شوية أختلف مع السيدين الكريمين أنه يعني الأيام الجاية ربما غدا ويوم الثنين القادم غدا هناك المفروض يفترض أن يكون هناك تسويت على قانون الانتخابات هو منعطف أيضا جديد تعتقد أن الآن الشارع ينتظر قانون الانتخابات وأن هذا سيقنع الشارع بالعدول عن تضحل واحدة من المراحل لكن القانون قانون الانتخابات جاري الآن أعداده في مجلس نواب لا يمثل أو لا يلبي مطالب الطموح لكن قبل ساعة أطلعت على رأي يخص السيد مقتدى الصدر يعرب عن رأيه ومقتدى الصدر ليس في العراق حاليا لكن يمرر آراء عبر السوشال ميديا عبر شخص مقرب منه اللي هو صالح محمد صالح العراقي ذكر بالمواصفات اللي يرتيها في قانون الانتخابات لكي يقبل وهذا أيضا يجرنا إلى موضوع القيادة الحراك لحد اللحظة ما أفصح عن قيادة لأنه فعلا هو لا زال بلا قيادة هناك شباب واعي ويتحلى بثقافة سياسية عالية لكنهم متخوفون جدا من موضوع القيادة ربما هذا التحليل الشخصي ربما بسبب وجود أو ثقل كبير لأتباع التيار الصدري أتباع التيار الصدري ليس بالضرورة من مؤيدي سائرون اللي هي كتلة نيابيات أتباع التيار الصدري اللي هم المقلدين لسيد سيد محمد صعد الصدر هؤلاء ثقلهم كبير بالساحات وثقل بيّن بالمجزر الأخيرة لأنه الجهة الوحيدة المنظمة وقفوا إلى جنة المقلدين تنظيم عالي هي الجهة اللي تكون هي مقربة لهم واللي هي تابعة للتنظيم العسكري اللي باس الأزرق لكن صرايا السلام أداءهم مثالي كان من يوم 1 أكتوبر لحد الآن ما حاولوا يحتوون المتظاهرين ولا حاولوا يفرضون إرادتهم لكن المخاوف الآن لما ذكرتها قبل ساعة لما أفصح السيد مقتدى الصدر عن المواصفات اللي يوافق بها على قانون الانتخابات القادم هناك أيضا نوع من التسريب للمواصفات أو لشخصيات موافق عليها السيد مقتدى لرئيس الوزراء القادم هنا تكون نقطة انفصال بين بين ساحات التظاهر وبين سوف نرى مع عمر سعيد ما هو ثقل كلمة مقتدى الصدر